أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحج هو القصد والحج في الإسلام قصد البيت الحرام بمكة والقيام بالواجبات التي فرضها الله تعالى خلال مراسمه وهو دعام أساسية من دعائم الإسلام وهو واجب على كل مسلم استطاع إليه سبيلا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولكن لا بد من أهداف وفوائد أرادها الله عز وجل لهذا التجمع البشري الضخم في كل عام من كل أقطار الأرض بلباس موحد ولداء موحد مع اختلاف الألوان والأجناس والمذاهب فهل نعرف حقا قيمة هذه النعمة العظيمة والفرصة التي تتكرر في كل عام أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فق الحياة نتحدث خلالها إن شاء الله تعالى عن فريضة الحج في الإسلام سمحت الشيخ أمين ترمس أهلا وسهلا بكم أهلا بكم مساكم الله بالخير بداية حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة سيتمحور حول هذه الفريضة المباركة فريضة الحج يعني هو على مسافة أيام قليلة من هذا اليوم سمحت الشيخ هذه الفريضة العظيمة كيف نستطيع أن نلخص تعريفها للناس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين الحج في الواقع هو من الواجبات الأساسية التي أجبها الله سبحانه وتعالى على عباده في دار الدنيا ويعتبر من الأركان الأولى أيضا بعد الصلاة والزكاة فذكر الحج في الحديث الشريف وهو من الأحاديث الصحيحة والمعتبر جدا بنى الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وما نودي بشيء كما نودي بالولاية فاعتبر من الأساسيات التي قام عليها هذا الدين والحج كان قبل الإسلام قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف في مكة في كثير من الأزمان الغابرة التي تقدمت كثيرا على الإسلام بعد أن أقام بها في مكة المكرمة نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وبدأت الشعائر من تلك الأيام في زمن النبي إبراهيم سلام الله عليه وسلم واستمرت ولكن دخلها في أيام الجاهلية الأولى الجاهلية التي بلغت حدا كبيرا من الانحراف عن الخط الصحيح دخلها الكثير من العادات الوثنية من العادات الغير إسلامية وغير مقبولة من قبل الله سبحانه وتعالى فاتحرفوا هذه العبادة وهذه الشعيرة عن طريقتها الحقيقية والأساسية إلى أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد الأمور إلى ما كانت عليها بإضافة أمور جديدة أوحاها أو فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة فلذا بدأت الوفود تتوافد على البيت الحرام بعد الإسلام وأول حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في أواخر حياتي التي عرفت بحجة الوداع قبلها حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الرويات عشرين مرة ولكن كان يحج متخفيا بعد أن ذهب إلى المدينة المنورة لم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع في السنة العاشرة قبل رحيل عن هذه الدنيا ببضعة أشهر سمحت الشيخ عندما نتحدث عن حج بيت الله الحرام لا شك أن هناك فوائد عظيمة لهذا الحج لذلك كان فرضه على المسلمين حب ذا لو اطلعنا قليلا على بعض فوائد الحج المبارك في الآية الكريمة ذكرت ليشهدوا منافع لهم هذه المنافع هي منافع متعددة منافع فردية ومنافع اجتماعية على صعيد الأمة قليلا نتحدث بداية عن المنافع الفردية المنافع الفردية عندما يذهب الحاج لأداء هذه المناسك أولا الحاج هو وفادة على الله سبحانه وتعالى يعني هو يمتثل لأوامر الله عز وجل يقوم بأداء فرد من الفرائد يعني هو لا يذهب ترفا أو يذهب سياحة يعني مجرد الامتثال لهذه الفريضة هو يؤدي فريضة يؤدي واجبا عليه كسائر الواجبات الأخرى التقاعس عن أداء هذا الواجب لا مبررة له ويعتبر عسيان ولكن الملاحظ هنا في تركه لبعض الواجبات يقال له يقضيها وارتكب حرام قد يتوب إلى الله ويستغفر ولكن من يترك الحاج هناك خطورة كبيرة عليه لأن الآية الكريمة التي تفضلت بها في بداية الحديث ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني هذا الذي وجب عليه بعد الاستطاع أن يؤدي مناسكه ثم تخلف لا لعذر مقبول لا لسبب معقول هذا التخلف يؤدي إلى الجهة الأخرى من كفر فإن الله غني عن العالمين من كفر يعني من تركها عمدا من تركها عمدا بلا عذر لذا ورد في الروايات أنه من استطاع الحج ولم يحج ولم يمنعه من ذلك حاجة أو مانع هذا فليموت إن شاء على غير دين الإسلام لا يموت مسلما فلذا الوضع خطير جدا بالنسبة لمن تحقق عليه الحج يجب عليه أداء هذه الفريضة بلا تردد ومباشرة يبادر إلا إذا كان هناك بعض الموانع منعت من هذه السنة عليه في السنة القادمة وهكذا حتى لا يبتلي بترك الحج أما المنافع الشخصية هو أول أداء للواجب هذا في بداية الأمر ثانيا هذا الإنسان الذي يؤدي واجبه ورد في بعض الروايات إن للعبد ذنوبا إن بعض العبيد أو إن ذنوبا لا يغفرها الله إلا لمن كان في عرفة نعم يعني هذا الذي هو أول ركن من أركان الحاج هو الوقوف في عرفة الحج عرفة كما يقال فعندما يبدأ يمتثل هذه الشعائر هناك ذنوب على الإنسان العبد خلال حياته الحج يجب عليه مرة في العمر هذه الذنوب عندما يكون في عرفة ويتقرب إلى الله خلال هذه الساعات القصيرة الله سبحانه وتعالى يمحو عنه هذه الذنوب بالإضافة إلى أنه بالفعل ما يغتنمه من ثواب في الحاج أيضا لا مثيل له إلا في القليل من العبادات مثلا من حج غفر له الحاج والمعتمر وفداء الله سبحانه وتعالى هذا يفد على الله ومن كان وافدا على الله ثوابه الجنة يعني عند الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الأحاديث ورد هكذا في حديث عرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض رسول الله في حجه طلقاه أعرابي بالأبطح فسأله هذا السؤال قال له يا رسول الله إني خرجت أريد الحج فعاقني وأنا رجل ميل يعني لدي مال أنا ميسور أنا غني يعني كثير المال فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج سؤال يدل على فهم وتندم على ما فاته منه يظن أنه من خلال ماله أنه يريد أن يعود هذه الفريد قال فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبل أبي قبيس هذا الجبل العظيم في مكة نسبة إلى بقية الجبال فقال لو أن أبا قبيس لك زينته هذا الجبل بكامله كان ذهب حمراء وأنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج يعني هذا الثواب الذي هو لا يقدر بثمن لا يمكن أن يشترى بالمال هذا الإنسان يدركه في الحاج هذا من جملة الآثار على المستوى الفردي هذا أكيد نحكي عن المسلم الذي استطاع إليه سبيل نعم هذا الذي يجب عليه بدنا ناخد اتصال بالإذن الأخ علي عيسى تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام منطبلك عندي سؤال عن فضيلة الشيخ نعم بس يعني يعني بدي جواب تحت الهوى إذا في مجال أو في أحكي تحت الهوى يعني بدك تسأل السؤال تحت الهوى طيب بعد الحلقة إن شاء الله بلك الإخوان هلأ بتتبقى معهم على الخاطب يعطوك رقم تتصل عليه إن شاء الله بتواصل مع سامحة الشيخ شكرا لاتصالك أخ علي سامحة الشيخ عم نحكي عن الفوائد على المستوى الشخصي على المستوى الخاص في عنا بعد فوائد على هذا المستوى ما ورد في الروايات الشريفة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحجة ثوابها الجنة نعم والعمرة كفارة لكل ذنب يعني هو في الذنب تغسل ذنوبه لا يبقى عليه شيء وأيضا بالنسبة إلى يوم القيامة لديه هذا الثواب العظيم ودخوله الجنة أيضا من جملة الفوائد أن الحاج يحفظ في ماله وعائلته أن الحاج يعود من الحاج كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنب أبدا تغسل ذنوبه كليا يقال له السأن في العمل ابدأ من جديد افتح صفحة جديدة أيضا الحاج ورد أنه يزيد في الرزق يزيد في المال يعني البعض يظن أنه إذا ذهب إلى الحاج ودفع مبلغا معينا هذه خسارة خسارة راح عليها هذا المال يعني خزنته ورصيده من المال ذهب منه هذا المقدار علما أن في الروايات ما يقول أن هذا المال يضاعف عليه يعني الله سبحانه وتعالى طارة يضاعف عليه بالمال بالفعل يوفقه في تجارة ما وأخرى يدفع عنه الكثير من البلاء لو وقع عليه لصرف كل ما عنده من مال سمحت شيخ بالنسبة للفوائد على العامة يعني على مستوى الجمع بشكل عام نعم تفضل المستوى الجمعي المستوى المجتمع بشكل عام على مستوى الأمة أولا هناك مسألة مهمة جدا ينبغي الالتفاة إليها في الحاج هذا المؤتمر الضخم الكبير الذي لو استطاع الآن بعض الجمعيات بعض الدول مهما بلغت من قوة ومن عدد من البشر لا تستطيع أن تجمع هذا العدد في كل عام مرة هناك اجتماع يجتمع إليه كل الناس ويأتون من كل أسقع الأرض بألوانهم بأشكالهم بلغاتهم الفقير والغني الزعيم والراعي والرعية كما يقال في كل هذه الطبقات تجتمع في مؤتمر هذا المؤتمر لو كان يستغل كما ينبغي لكانت الأمة الإسلامية بألف عافية يعني تصور الآن هذا الذي يأتي من بلاد الهند يجتمع مع الذي يأتي مثلا من بلاد الحجاز الذي يأتي من بلاد العراق من بلاد الشام من بلاد من الصين من آخر الأرض من أطراف الأرض يجتمعون يتداولون فيما بينهم ما لديهم من مشاكل ما لديهم من مصائب كيف يتعرفون على بعض كيف يساعد بعضهم بعض كيف يؤازر بعضهم بعض الآن لو استطع هذا الغني الذي في الخليج لو علم بالفعل ماذا يجري على المسلمين في مثلا في الهند في كشمير أو ما يجري على المسلمين في أفغانستان وباكستان هذه البلاد البعيدة المنقطعة العالم المتوغلة في الفقر لو طلع عليهم وكان باستطاعات أن يساعد وهو قادر على المساعدة لرفع الحرمان من بينهم إلى حد كبير نحن نعلم بأن الكثير من الأموال التي تصرف فيما بين الناس الأغنياء من المسلمين القليل منها لا يبقي أميا في العالم من أين يطلعون على هذه المشاكل وكيفية معالجتها أفضل حل لهذا الأمر هو هذا المؤتمر الكبير في الحج يتداولون بمشاكل المسلمين كيف يعتدى على بلاد الإسلام كيف تحتل البلاد الإسلامية ومقدسات المسلمين كيف يفكر في تحرير وفي الذود وفي رفع هذا الظلم والظلامة عن المسلمين كل ذلك يمكن أن يكون عبر هذا المؤتمر الكبير في الحج تحل كل هذه المشاكل لو قدر أن هناك قيادات وعية تستغل وتستفيد من هذا المؤتمر يعني أكيد هذا مقترم بأن على كل حاج على كل مسلم يذهب إلى الحاج يجب أن يدرك هذه المعاني أيضا حتى يستطيع أن يكون مؤثرا أيضا اتصال آخر أخ عدنان فضل عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة الله مولانا بس لو سمحت عندي سؤال عن الحج النيابية الحج عن الميت مولانا إذا كان الميت بحياته مستطيع يحج وما حج هون الحج النيابية بعد وفاته نشوف تحسب له بتحسب له كأنه حج في حياته أو يناله الثواب فقط لأنه هذه عم نشوف كتير من عن الحالات مولانا أنه بس يموت الإنسان يفكروا يحجوله حج النيابية وهو بحياته بيكون مستطيع مولانا بس سؤال لأنه في كتير عم حالات مثل هالنوع يارات مولانا تشرح هالأمر هذا وكون واضحة لكل الناس شكرا شكرا لأتصالك أخ عدنان إن شاء الله نجيبكم على هذا السؤال سمحت الشيخ رح نتوقف مع هذا التقرير ثم نعود ونتابع لماذا الحج إلى بيت الله عن حرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة كل ما أجبه الله علينا فهو فيه مصلحة للإنسان بالدرجة الأولى وكانت شعيرة الحج والواجب الحج هو من أهم الواجبات على المستوى الاجتماعي لكافة المسلمين إذ يعد الحج اجتماعا للمسلمين على الدورة السنوية على اختلاف فئاتهم واختلاف شرائحهم الاجتماعية واختلاف طبقاتهم المادية حتى يجتمعوا على صعيد واحد ليتعبدوا لإله واحد حتى تتنافى كل هذه الطبقيات في مكة يرتفع التدليل وينتشر الإيمان هي الكعب الشريف على المستوى التاريخي إن أول بيت نوضع للناس للذي ببكة مباركا يعني هذا البيت هو بيت العبادي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تكريس العبادي لله سبحانه وتعالى تجسدت على المستوى المادي بأن يكون هناك مكان في الأرض وهو النوات منها ينطلق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وعلى المستوى المادي لأن الإنسان لا يفهم الأشياء الروحية وإنما يفهم الأشياء المادية فجسد الله سبحانه وتعالى هذا المعلم التاريخي والمعلم النبوي والمعلم الإلهي وهو بيت الله الحرام الذي هو مهبط الأنبياء ومهبط الوحي حتى يكون الناس يجتمعوا على هذا المعلم الإلهي ليقدس الله سبحانه وتعالى منه ومنه ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى ثم نعود فنتابع أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود فابقوا معنا عودة من جديد إليكم أعزائي المشاهدين لمتابعة هذه الحلقة برنامج فق الحياة ومعنا في الستوديو سمحت الشيخ أمين ترمس الأستاذ في الحوزة العلمية أهلا وسهلا بكم مجددا سمحت شيخ سمحت شيخ عندما نذكر في الآية الكريمة من استطاع إليه سبيلة ماذا نعني بالتحديد أو ماذا عنت الآية الكريمة بموضوع الاستطاعة الحاج يفترق ويختلف عن بعض العبادات الأخرى مثلا في باب الصلاة تجب الصلاة على المكلف البالغ العاقل بهذه الشروط تجب بكل الحالات لو كان صحيحا مريضا غنيا فقيرا في الليل والنهار تجب حتى لو كان يغرق في البحر عليه أن يصلي ولو إيماء لا تسقط بحال بينما الحاج لا بالإضافة إلى هذه الشروط العامة الشروط التكليف التي تسمى بالفقه هناك شرط آخر هو الاستطاعة والاستطاعة هنا ترى أن تكون استطاعة مالية عليه أن يمتلك شيئا من المال يساعده بالوصول إلى أداء مناسكه والعودة وأن يترك شيئا لعائلته إذا كانت لديه عائلة أو هناك من يعوله في بلدي إذا اجتمع لديه هذا المبلغ من المال يقال هذا استطاع هذا يجب عليه هذه الاستطاعة المالية هناك استطاعة بدنية عليه أن يكون قوية البدن حتى يستطيع أن يكون بأداء هذه المناسك خصوصا أن الحاج فيه أشغال شاقة يعني متعبة من سعي وطواف وصعود إلى مزدلفة إلى ميناء إلى عرفة يعني هناك جهد لابد من بذله فلو كان مريضا أو كبيرا عاجزا ولا يستطيع أن يعينه أحد على أداء هذه المناسك يكون حينئذ العاجز لابد من الإنابة يستنيب عنه من يقوم بهذا العمل وهناك استطاعة أخرى يقال لها استطاعة سربية يعني لابد أن يكون الطريق آمنا لوصوله إلى الحجاز إلى مكة المكرمة لو فرضنا أنه لديه المبلغ من المال لديه قوة بدنية صحة في الجسد ولكن مقطوع عنه الطريق هو بالتحديد لا يستطيع أن يذهب أو منع من الذهاب لأمر ما هذا يقال ليس مستطيعا باعتبار أن هناك مانع منعه من الوصول إلى أداء مناسكه هنا إذا كانت لديه فرصة فيما بعد يؤدي المنسك وإلا قد يستنيب عنه إذا يأس واطمأن أنه لا يمكن أن يكون في مكة في موسم الحج لهذه السنة ولا التي بعدها نعم قد يسقط عنه أداء العمل بنفسه ويستنيب من يقوم عنه بهذا العمل سمحت شيخ هنا بالتحديد هل على الإنسان كواجب أن يقدم أوراق وغيرها من باب التمهيد للطريق نحو الحاج كل عام كل موسم حاج أم لا فقط يمكن له ذلك أو يجب عليه ذلك مرة واحدة وإذا تعذرت هذه المرة خلاص سقط عنه الأمر من استطاع إذا بلغ مبلغ المال الذي بين يديه حدا يستطيع أن يقوم بأداء هذا المنسك وأداء هذا الواجب ولا يضره في بقية مجالات حياته الأخرى يعني لا يكون هذا من مؤنته من حاجياته إذا كان عنده هذا المبلغ عليه أن يبادر بأداء كل ما يطلب منه للوصول إلى مكة المكرمة فإذا كان يحتاج إلى تقديم مبلغ جديد يقدمه إلى السلطات مثلا المحلية يقدم ضريبة مبلغ أي شيء إذا كان يحتاج إلى تجهيز جواز سفر عليه أن يحضره ويهيئه إذا أراد أن يحجز مكانا في الحملات قبل أشهر عليه أن يبادر مبكرا إلى حجزها هذا كله إذا كان بعد الاستطاع أما إذا استطاع إلى الحج قبل الحج بأيام هو لا يستطيع أن يفعل شيء بعد فهنا تكون هذه الاستطاع عليه أن يحافظ عليها إلى السنة القادمة ومن لم يوفق في هذه السنة قام بكل ما عليه ولكن لم يقدم إليه تأشيرة لأداء هذا الحاج هذا المنسك عليه أن يحتفظ باستطاعته للسنة القادمة ثم في السنة القادمة يحاول من جديد أيضا إذا وفق بها ونعمة وإلا هكذا السنة التي بعدها وهكذا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالذهب معي اتصال من الأخي حسين فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معك حسين عيسى من عنه أهلا وسهلا من الأخي حسين فضل سؤالك سؤالي يا فضيل الشيخ سأل الأخ عدنان بموضوع الاستطاعة بالتحديد إذا كان من مات كان في حياته مستطيعا وترك تلك الاستطاعة عمدا فهل يجب على من بعده أن يقضي عنه ذلك الأمر أم لا من وجب عليه الحاج عليه أن يبادر فإن تقاعس وتخلف عن أداء هذا الواجب ارتكب معصيته ارتكب حراما هذا يسجل أنه بالفعل عصى في هذا المشأل ولكن عليه واجب آخر عليه أن يقضي هذا الحاج إذا لم يستطع إلى أن أصبح عاجزا لا يستطيع القيام بهذا العمل بنفسه عليه أن يستنيب شخصا يقوم بالعمل عنه في حال حياته مدام عاجزا وإذا فرضنا أنه غير مستطيع أو لم يستطيع كما أنه ترك هذا الموضوع في حال القوة والنشاط أيضا تركه في حال العجز والشيخوخة إلى أن توفي ولكن ترك وصية من بعدي كتب أنه يجب علي الحاج هنا يجب على الورثة من بعده قبل أن يوزعوا التركة قبل أن يتقاسموا المال أن يخرجوا هذه الحجة وهذه الحجة ويعطوا بعض الأشخاص ليحج عنه نيابة هذا أيضا واجب في حال هو لم يحج في حال حياته لو لم يترك وصية ولم يترك وصية وعلم أبنائه أنه بالفعل كان متعلق في ذمتي هذا الأمر عليهم أن يبادروا لبراءة ذمة الوالد ولكن سؤال الأخ عدنين كان أنه هذا لم ينتفع في حياتي هل تنفعه هذه في وفاتي يقول نعم تنفعه تخفف عنه العذاب هذا لا أقل لأنه كما أنه يجب عليه الأداء يجب عليه الوصية وحينئذ إذا أوصى يجب على الورثة أن يمتثلوا وإذا كان هناك مال طبعا فعليهم أن يؤدوا هذا الحج من ماله الخاص طب مما نعلم سمحت شيخ أنه بموضوع الصلاة يعني قضاء الصلاة لا يجب على الإبن الأكبر أو على الأولاد الباقين بعض الإبن الأكبر أن يقضوا الصلاة عن والدهم إذا كان عاصيا في حياته تاركا للصلاة عن عمد هل يختلف هذا الأمر؟ نعم البعض يقول حتى لو كان عاصيا بالنسبة إلى الصلاة أن يقضي عليه يقضي عنه ولكن في موضوع الحجلة مختلفة يختلف إذا فرضنا بالفعل هذا الرجل ترك من خلفه وصية أو أوصى شفها قال لابنه أو صديقي أو لأحد قال أنا أصيق إذا أنا مت فهناك مبلغ من المال خذه وحج عنه فحينئذ هذا وقبل الأمر علي أن يمتثل إلا أن القضية هنا أن البعض يستسهل المسألة يقول هو لم ينتفع في حياتي هو لم يلتفت في حياتي هل تنفعه بعد موته؟ فبعض الورثة يطمع بالمال يقول والدنا لم يهتم في حال حياتي لهذا المال لهذا الواجب فنحن عندما نقدم الآن هذا المبلغ من المال نحن أحق به خلاص ما هو عجهنم عجهنم نحن نستفيد من هذا المال لا هذا خطأ عليهم أن يمتثلوا هذا الواجب للوالد وعليه هو أن يكتب وأن يدون بوصيته في حال دوان لابد أن يلتزموا بهذه الوصية وينفذوا هذا الأمر وهذا يخفف عنه بلا شك لا أقول أنه بالفعل هو يدخل الجنة من العلم عند الله ولكن بلا شك هذا يخفف عنه وفي حال لم يلتزموا به زادوه مصيبة فوق مصيبته نعم نسبة للسؤال أخي حسين عن موضوع غفران الذنوب ما ورد في الروايات والأحاديث الشريفة عن موضوع غفران الذنوب لمن يذهب إلى الحج فرضا شخص ذهب إلى الحج وتاب توبة نصوحا هناك وغفرت ذنوبه لكن عاد وارتكب الذنوب والمعاصي يعني رجع كررها من بعد ذلك كمان نفس الشيء يعني إذا راح رجع على الحج مرتين وثالثة ورابعة تغفر الذنوب الحديث يقول تغفر ذنوبه يرجع كيوم ولدته أمه صحيح ولكن لا تقول يرجع معصوما أنه لا يرتكب الذنوب بعد نعم نفرض أنه خلال هذه الأيام السنة الكاملة وقع في ذنوب ومعاصي كبيرة أيضا نفس الشيء إذا ذهب إلى الحج الله سبحانه وتعالى التواب الغفور ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب عليه لماذا نسد هذا الباب عليه هو جعل هذا رحمة للعباد فبما أنه مفتوح نعم هو يرتكب يعصي لا يصل إلى حد هو نفس أن يوفق للحج هذه نعمة هذا الذي يرتكب المعاصي والذنوب ويوغل في معاصيه هذا يصل إلى مرحلة يقصى قلبه لا يشعر بلذة أو يشعر برغبة لأداء مناسك الحج مجرد أن ينوي الحج هذا أجر له نية مجرد النية مجرد أن يبدأ بتهيئة المقدمات كما يقال ما رفعت البعير المركب الذي يركبه كان قديما قدما خفا كما يقال خفا ووضعت آخر إلا وكتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات يعني هذه المقدمات قبل وصوله إلى الحج يبدأ بالغفران والثواب والأجر من هناك فكيف إذا وصل وأدى المناسك نعم هذه فرصة له لكي كما أن الله سبحانه وتعالى سلط هذا الشيطان والنفس والهوى على الإنسان فأغراه في وقوع بالمعاصي والذنوب كذلك جعل له هذه الممحات كما يقال الممحات تمحي الذنوب تغفر له هذه رحمة فتباب رحمة الله سبحانه وتعالى فتحه لعبادي لا نريد أن نسده في وجه أحد نعم سمحت الشيخ يعني كما نعلم أن العبادات لله سبحانه وتعالى هي وفادة على الله أيضا سائر العبادات هي وفادة على الله سبحانه وتعالى بمعنى من المعاني وقد ورد أيضا في أحاديث مختلفة لبعض العبادات أنها أيضا فيها غفران للذنوب يخرج منها العبد كيوم ولدته أمه كيف نقيسها مع موضوع الحاج أو نقاربها ما ورد في الحاج ورد ثواب عظيم لا يضاهيه أي عبادة أخرى إلا القليل منها يعني هناك في الجهاد للمجاهد له أجر كبير نعم ورد أن المصلي المصلاة في كل يوم خمس مرات نعم من أدى فريضة فله دعوة مستجابة إن الحسنات يذهبن السيئات ورد تفسير الحسنات التي تذهب السيئات هي الصلاة صحيح ولكن كلها يبقى على نحو الجزء كما ورد في الحج الحج لأنه مرة واحدة يكرر في العمر نعم لذا كان ثوابه عظيم نعم هناك بعض الأعمال سمعت شيخ ورد أيضا في الأحاديث والروايات الشريفة أنها تعادل ثواب حج عدد من الحجج ثواب عدد من الحجج أيضا ماذا نقول عن هذا الأمر ما ورد عندنا في زيارة الإمام حسين عليه خصوصا في يوم عرفة إن الله ينظر إلى زوار الإمام حسين قبل أن ينظر إلى الحجاج الذين يقفون في عرفة ورد هذا الثواب نعم من أدى ولكن هذا بالنسبة إلى المستحاب يعني الآن من حج من فعل كذا له ثواب عشر حجج وعشر عمر أو له ثواب حجة وعمرة هذا كله كان بالنسبة إلى المستحاب إذا لم يؤدي الواجب يكون قد أطع من جهة وعص من جهة أخرى مهما فعل من ثواب إذا كان مستطيعا للحج ولم يؤدي يعتبر عاصم نعم اتصال أيضا آخر من الأخ محمد سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله مولانا بعد إذنك كنتم عم تتفضلوا بالنسبة للوصية بالحج إذا توفى المؤمن وعنده وصية بالحج نعم وحج عنه شخص تطوعا شو حكم المال الموصف فيه هو يعني كيف يحق للورثة أن يتصرفوا فيه نعم حج تطوعا والورثة أخذوا المال أول أعصى المتوفى موصف نعم وعنده مال كافي فإجا شخص تطوع وضع صحيح شو حكم المال اللي هو موصف يعني جزء من ميراثه طبعا نعم كيف يتسرطوا فيه الورثة هل يتقاصموه هل يتصبقوا فيه شو الحكم الشرعي نعم شكرا شكرا لاتصالك أخ محمد سمحت شيخ بنسبة لهذه المسألة في حال يعني توفي الشخص نعم تحصل وكان قد أوصى من ضمن الوصية الحج ورصد مالا له وأحدهم ذهب تطوعا وحج عنه بدون مال هذا المال الذي رصده للحج هل يحق للورثة أن يتقاصموه هو بالأصل يعود إلى التركة يعني هذا يوزع على كتاب الله وسنة رسول الذكر مثل حظ الإنثين ولكن الأفضل هنا أن يصرف في طاعة الله عنه يعني لا بأس هناك مسألة يعني يا ليت أن هذه الثقافة تشيع في مجتمعاتنا هناك الكثير من المؤمنين يوصي بثلت ماله وهذا حق له أن ينفق في سبيل الله أن يجعل صدقة جارية نحن لو أردنا أن ننفع هذا الميت هناك شخص تبرع جزاه الله خير هذا له أجرنا ثواب بفعله نأخذ هذا المال ونجعله في صدقة جارية يدر عليه من الحسنات ما زالت هذه الصدقة تجري وتمشي في أوصات المحتاجين والفقراء والمؤمنين فهذا له ثواب يمكن أن يوزع عليهم ويأكلونه حلالا طيبا ويمكن أن ينفق عن روحه بهذه الطريقة ويكون قد بر والده بهذا العمل نعم سمحت شيخ عندما نستخضر الشعائر الشعائر المقدسة في الحاج أول شيء ننظر إلى الكعبة الشريفة المباركة بالتحديد طواف الناس حول هذه الكعبة المباركة ماذا تعني هذه الشعيرة؟ في الواقع الكلام عن الكعبة الشريفة وما يجري حولها وهذه القدسية التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها لا يمكن للإنسان أن يصفها بالكلام يعني هذا مهما تكلم عنها غير الذي يراها عندما يرى هذه النظر كما ورد في الحديث الشريف النظر إلى الكعبة عبادة يعني مجرد أن الإنسان يجلس ويتأمل بهذا البيت إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين هذا أول بيت وضع على الأرض وحوله طاف جميع الأنبياء حوله طاف كل الأولياء والآئمة حوله طاف العلماء والمتقوم يعني عندما يجلس الإنسان يستحضر هذه الصور يتخيل أنه كيف بدأ آدم عليه السلام بالطواف إلى الخاتم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مرورا بالأئمة الكرام والصحابة وغيره فهذا المنظر لا يمكن وصفه بالكلام غير الذي يشعر به عندما يكون جالسا إلى قرب الكعبة الشريفة هذه الكعبة عندما ينظر الإنسان إلى هؤلاء الذين ارتدوا هذه الملابس البيضاء ينظر إلى قلوبهم بالفعل هي من المفترض أن تكون أيضا بيضاء كملابسهم وهم يطوفون بشكل منظم يعني الآن ما يتعلمه الإنسان في الحجم من التنظيم بالغ الأهمية يطوفون بشكل منظم كأنهم يسيرون بطريقة إلكترونية يعني بطريقة غير إرادية ينظر إلى هذه الجموع الغفيرة كيف تطوف حول هذا البيت ويتذكر في نفس الوقت أن هذا البيت هناك مقابل له في عينان السماء العرش وهناك جملة من الملائكة تطوف حول العرش حوله كهذه الأيئة التي نحن نراها على الأرض عندما يقارن بين هاتين الصورتين الصورة الأنبياء يعني في مكة القديمة في أذهاننا وصورة ما يقابلها في السماء من العرش وما يطوف حوله من الملائكة ويقارن بين هاتين الصورتين ثم ينظر إلى قلبه بماذا يشعر بالنسبة للسعي سمحت الشيخ يعني مشهد السعي ما الحكمة المقصودة منه السعي عندما أسكن إبراهيم عليه السلام أسكن ذريته زوجته وابنه إسماعي ودعا ذلك التعال وتركهم في أرض قاحلة في واد غير ذي زرع فهذه الأرض القاحلة سألته هاجر قالت له يا نبي الله إلى من تتركنا؟ قال أمرني ربي قالت إذا أمرك الله سبحانه وتعالى إذن لا نضيع خرج هو وهي متكلة على الله سبحانه وتعالى بثبات إيمانها وابنها رضيع بين يديها وضعه محرج ثم انتهى الماء والطعام منهم وصلت إلى مرحلة ابنها يحتاج إلى اللبن فماذا تصنع؟ هذه أم بدأت الآن تشعر بالخوف على ابنها ولكن مع ذلك قامت تسعى تبحث عن الماء هي لم تقل أن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه بأن يؤمن لنا الأمور فأنا أجلس خلص الله ينزل علينا الماء أبدا قامت تسعى ذهبت إلى هذا الجبل الصغير هي تلة صغيرة الصفة نظرت من الصفة باتجاه المروة تراء لها سراب كأنه ماء صارت نحوه لم تجد شيئا وصلت إلى المروة نظرت إلى الصفة هكذا فعادت الكرة سبع مرات تذهب سبع أشوات فنحن نقتضي بهذه المرأة الصالحة طبعا عندما قامت بهذا الفعل وجدت فيما بعد أن المياه خرجت من بين قدمي إسماعيل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ففوجئت بهذا المنظر هي تبحث عن الماء والماء كان بين قدمي إسماعيل سلام الله عليه فخرج وبدأت تجمعه فسمي ماء زمزم من وقتها وما زالت هذه المياه المباركة إلى الآن تجري فنحن عندما نسعى نتذكر هذه المرأة المجاهدة الصابرة المتكلة على الله سبحانه وتعالى التي في أصعب الظروف لم تتخلى عن اتكاله على الله لم تتراجع أو تتردد في إيمانها لله عز وجل قامت بعملها جاهدت إذا صحت تعبير بدلت جهدا للوصول إلى ما يرضي الله عز وجل فكانت هذه السنة المباركة الملفت كلمة السعي السعي قبل التوكل على الله مع التوكل على الله سبحانه وتعالى على العبد أن يسعى كانت متوكلة قبل السعي وأثناء السعي وبعد السعي لم يتغير فلذا آتت هذه المجاهدة يعني يجب أن يقترن توكل فعلنا بفعلها نقطدي بهذه المرأة الصالحة بما فعلته إن شاء الله موضوع رمي الجمرات سمحت الشيخ وما له من رمزية البعض يعني ينظر إلى هذا الأمر أنه أمر كأمر تقليدي أو ما إلى ذلك يعني حجر نرمي بحجر هل هناك أبعاد معينة لهذا الأمر من يذهب للحاج عليه أن يتأمل ويفكر في أبعاد وفي فلسفة هذه الأعمال من ينظر بالجانب الظاهري بالفعل يتفاجأ أن الإنسان كيف يعرم انثيابه يلبس هذين التوبين للرجل ثم يخرج هو يطوف حول حجارة يقبل حجر يخرج إلى الصحراء يأخذ حجرا يرمي حجر ما تفسيره إذا نظر بهذا المعنى هذا سيرجع قلبه أسود أما إذا نظر بالأبعاد الأخرى أنه عندما يسير على هذا الخط صار عليه الأنبياء عندما ينظر أن الملائكة عندما طلابهم الله سبحانه وتعالى إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بعد ذلك فهموا بالفعل أنهم أخطأوا في هذا الأمر طلبوا من الله أن يطوفوا حول العرش حول البيت فطافوا عندما فعل آدم ما فعلوا أكل من الشجرة بعد أنها الله سبحانه وتعالى طلب من الله أن يفعل كما فعل الملائكة فطوافه حول البيت ندم على ما تقدم منه على ما فعله وكذلك نحن لسنا بمعصومين فالمعصوم هو الذي كان يشعر بهذه الروحية عندما يطوف حول البيت هذا بيت الله ليس بيت شيء عادي بما أنه بيت الله وهو أول بيت وضع للناس وهو للتائبين والعاصين الأئمة والمعصومون من الأنبياء والأئمة وعلى الله عليه السلام كانوا بالغنى عن التوبة من هذا ولكن كان امتثالهم لله أشد من امتثال العصاد لا باعتبار الندم باعتبار الشكر كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له لماذا تتعب نفسك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا فالإنسان المؤمن كلما ازداد إيمانه كلما تعلق بهذه الشعائر فيطوف حول البيت يشعر بهذا السر كذلك عندما يسعى أو عندما يصلي خلف المقام مقام إبراهيم هذه الصخرة المباركة التي صعد عليه إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق كان أذانه على هذه الصخرة يتذكر هذا الصوت أنا عندما أقول لبيك اللهم لبيك لبيك لهذا النداء هو أذن إبراهيم قبل آلاف السنين أنا أستجيب الآن لو قرن هذه الصور لخرج بمعاني عديدة كذلك عندما يقف أمام الجمرات أمام الشياطين هو يأخذ حجر ويرمي ولكن هو ماذا؟ هو يرمي صخرة؟ يرمي هذا الحجر؟ أو لا؟ هو يريد أن يرمي شيطانه في الداخل يريد أن يقول للشيطان أنا أغضك أنا أكرهك أنا أخالفك أنا أريد أن أرميك هنا لكي تبتعد عني كما ابتعد عن إسماعيل وعن هاجر عندما تبع إبراهيم عليه السلام تبعهم إبليس وأراد أن يراود وأراد أن يمنع إبراهيم من أن يقوم بامتثاله للتكليف وهو ذبح ولده وابنه فرماه بالحجر كذلك حاول مع هاجر رمته وحاول مع إسماعيل رماه لذا عندنا ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى هذا عندما يقف الإنسان أمام هذه المواقف أنه عندما يريد أن يسير في خط الله ويأتيه مانع يمنعه يعلم أن هذا الشيطان فيرجمه في نفسه يرجمه في داخله كذلك يرجمه في الخارج أمام هذه هو يقتدي بإبراهيم أن يا إبراهيم يا نبي الله أنت رجمت هذا الشيطان وأقدمت على العمل الذي كان عملا جبارا فلما أسلما وتله للجبين نودي أن يا إبراهيم صدقت الرؤية وفيديناه بذبح عظيم فهذا العمل الكبير الذي قام به إبراهيم يأتيه ولد على كبر يعني الإنسان مرة يكون لديه عشر أبناء ممكن أن يقدم على التضحية بولد ولكن عنده ولد واحد ما عنده غيره وجاءه على كبر يعني بعد أن يأس من الأبناء فهو متحلق به حتى يخرج من قلبه أمره الله سبحانه وتعالى بذبحه والله يعلم أنه لن يصل إلى هذه المرحلة ولكن إبراهيم لا يعلم لذا أقدم على العمل بكامل إرادة وقوة وكان متيقن أنه سينتصر بهذا الامتحان وانتصر وجابها في طريقه وسوسد الشيطان فأنا عندما أقوم بالعمل بأي عمل من هذه الأعمال هناك روادع نفسية يأتي الشيطان يقول لماذا تدفع الخمس أنت تعبت في المال تقدمه لمن لماذا تقوم بهذا العمل بالحاجة هناك يحتاج إلى صرف أموال نحن نستفيد من هذا الأمر في حياتي في حياتي ينبغي أن يعكس هذه الأمور على حياتي أنا عندما أنادى للخير كيف يكون إقبالي هل أنا أتعلق بأبنائي وبأموالي وأعصي الله سبحانه وتعالى أو أنه مستعد أن أضحي بالمال والبلد من أجل مرضات الله عز وجل سمحت شيخ يعني أختم بالحديث عن عرفة الوقوف بعرفة هذا المؤتمر العظيم الذي يجمع يعني بيكون هو زبدة الحاج وفيه ما فيه من الأجر العظيم وفيه التجلي العظيم سمحت شيخ ماذا تعني عرفة بالتحديد ولماذا كان لها هذا الفضل العظيم عرفة قلت أنه لأنه بالفعل هو أول عمل يقوم به الحاج هو عرفة يعني من أدرك عرفة انتهت كثير من مشاكله نعم من لم يدرك عرفة هناك مشكلة في حجه فالركن الأساسي في الحاج هو الفعل المقوف في عرفة هذا الأول والأساس عندما يقف هذه الساعات من الظهر إلى الغروب يعني ساعات ساعات ما بعد الظهر يتصور الإنسان عرفة كما يقال أن آدم نزل في عرفة فاعترف لله بذنوبه هذا معنى أو أن آدم تعرف على حواء هناك هناك بعض التفاصيل الآن التركيز على الأدعية الموجودة في مدرسة أهل البيت يفهم منه بالفعل أن الإنسان ما يتقربه إلى الله سبحانه وتعالى في عرفة لا مثيل له فيقف في عرفة ويعترف لذنبه يعترف لله عز وجل بما صدر منه خلال حياته أو خلال عامه لا أقل وفي عرفة يحضر الإمام الحج سلام الله يعني عرفة لا يفوته يعرف الناس ولا يعرفونه يلتقي بالناس ويلتقون به لكن لا يعرفونه فعرفة فيها الكثير من المعاني التي لو تأمل بها الحاج لعلم أن هذه الساعات القليلة لا يمكن أن تغفر لأن البعض أقول هذا الكلام يذهب إلى عرفة ويمضي هذه الساعات بالنوم أو البعض كما سمعت وللأسف يمضيها وهو يشرب الأرقيلة مثلا يعني لو استخدر فقط الإنسان أنه في شبيه الحشر دعاء الإمام دعاء الإمام السجاد دعاء الإمام الحسين الذي هو من أطول الأدعى دعاء عرفة لو أراد أن يقرأ هذا الدعاء كما قرأه الإمام الحسين لما يتسع له الوقت سمحت الشيخ أمين ترمس الأستاذ في الحوزة العلمية أشكركم جزيل الشكر أشكر أستاذ المشاهدين على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر